للمشهد في ثورة تشرين صورتان إحداهما حية تبث على وسائل التواصل الاجتماعي ويشاهدها العالم أجمع والأخرى خيالية تتحدث عنها البيانات الحكومية ويتباهى بها مسؤولها وهم يحولون الساحات في بغداد والمحافظات إلى برك دماء بعيدا في أقصى الغرب سمع للمرة الأولى صدى للتظاهرات في العراق هناك في البيت الأبيض بواشنطن حيث حيكت صفقة احتلال العراق ومن ثم تنصيب من نراهم اليوم حكاما عليه فوصلوه على مدى 16 عاما إلى ما هو عليه اليوم موذجا للبؤس والفقر والجهل والفساد تذكر الأمريكيون اليوم أن في العراق دماء تسيل هم المسؤول الأول عنها بيان للبيت الأبيض بدى فضفاضا وهو يطالب الحكومة في بغداد بإنهاء أعمال العنف ضد المتظاهرين والتي استشهد بسببها المئات من المتظاهرين العزل وبإقرار قانون الإصلاح الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة كما أعرب عن قلقه من الاعتداءات المستمرة على المتظاهرين والناشطين المدنيين ووسائل الإعلام وحظر الانترنت في البلاد المتحدثة باسم البيت الأبيض استيفاني جريشام أكدت أن العراقيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي فيما تستنزف إيران موارد بلادهم وتستخدم ميليشيات مسلحة وحلفاء سياسيين لمنعهم من التعبير عن آرائهم بشكل سلمي لعل صراع النفوذ مع إيران أنسى الأمريكيين أن واشنطن تعد الداعم الأول للحكومة في العراق ويتتابع وزراؤها على إعلان ذلك العنف ضد المتظاهرين تفنده الحكومة فتنفي استخدام الرصاص الحي وتؤكد اقتصار الأجهزة الحكومية على استخدام قنابل الغاز لتغفريق المتظاهرين وكأن هذا المشهد ليس في العراق الفكرة نقطة الفرق وأساس الاختلاف بين الفكرة في رأس المتظاهر الذي يصاب بالرصاص أو يفجر بقنابل الغاز والفكرة برأس شركاء العملية السياسية ومن وراءهم ومن أمامهم من قوات وشرط وميليشيات فكرة وطن يرسمه المتظاهرون بدمائهم وسجن يحوطه الحكام بالرصاص ولطالما انتصر الدم على الرصاص